سنتناول في هذا الدرس هيئات جزيء البيوتان بشكل مفصل انظروا إلى نموذج الكرة والعصال جزيء البيوتان هذه ذرة الكربون رقم واحد وهذه ذرة الكربون رقم اثنان وهذه ذرة الكربون رقم ثلاثة وهذه ذرة الكربون رقم أربع والآن انظروا إلى ذرة الكربون رقم اثنان وثلاثة من الأعلى سأقوم بتدوير الجزيء هكذا حتى تتمكن من النظر إلى ذرة الكربون اثنان وثلاثة من الأعلى هذا النموذج يمثل الهيئة المتبادلة لجزيء البيوتان عند تدوير ذرة الكربون الأمامية بمقدار ستين درجة وتثبيت ذرة الكربون الخلفية تتحول هذه الهيئة المتبادلة إلى الهيئة المنكسفة وقد تم تدوير الجزيء إلى اليسار قليلا حتى تتمكن من رؤية الروابط التي تقع في الخلف ونتيجة لتدوير ذرة الكربون الأمامية في الهيئة المنكسفة لجزيء البيوتان تشكلت الهيئة المتبادلة والآن قوموا بتدوير ذرة الكربون الأمامية بمقدار ستين درجة مرة أخرى لينتج عن ذلك الهيئة المنكسفة تمت إزاحة الجزيء إلى هذا الطرف لتلاحظ مدى قرب مجموعات الميثيل هذه من بعضها وعند تدوير الجزيء قليلا تلاحظون أن ذرات الهيدروجين تقترب من بعضها لدرجة أنها تتصادم وهذا ما يعرف باسم الإعاقة الفراغية عودوا إلى الهيئة المنكسفة لجزيء البيوتان وقوموا بتدوير ذرة الكربون الأمامية مجددا لينتج عن ذلك الهيئة المتبادلة ومن ثم قوموا بالتدوير مرة أخرى لينتج عن ذلك هيئة منكسفة أخرى تمت إزاحة الجزيء كما تلاحظون حتى تتمكنوا من رؤية الروابط التي تقع في الخلف والآن قوموا بتدوير ذرة الكربون الأمامية مرة أخيرة ليعود الجزيء مرة أخرى إلى الهيئة المتبادلة انظروا إلى منحنى طاقة الوضع الذي أمامكم إنه يستعرض الهيئات المختلفة لجزيء البيوتان التي شاهدتمها في الفيديو قبل قليل لقد بدأ البيوتان بالهيئة المتبادلة التي تتمتع بمستوى طاقة وضع معينة عند تدوير ذرة الكربون الأمامية بمقدار 60 درجة تحولت الهيئة المتبادلة إلى الهيئة المنكسفة لاحظوا من خلال المنحنى المبين أمامكم أن التحول من الهيئة المتبادلة إلى الهيئة المنكسفة قد تطلب طاقة أي أن للهيئة المنكسفة طاقة وضع أعلى وهذا يعني أنها أقل استقراراً تذكروا أنه كلما كانت طاقة الوضع للهيئة أعلى كانت الهيئة أقل استقراراً وفي المقابل كل من خفضت طاقة الوضع زاد استقرار الهيئة وهذا يعني أن الهيئة المتبادلة أكثر استقراراً من الهيئة المنكسفة انظروا إلى هذا الخط المتقطع لاحظوا أن هناك فرقاً في مستوى طاقة الوضع بين هاتين الهيئتين ويساوي 16 كيلو جول لكل مول حيث أن التحول من الهيئة المتبادلة إلى الهيئة المنكسفة يتطلب طاقة نتج عن تدوير ذرة الكربون الأمامية في الهيئة المنكسفة الهيئة المتبادلة لاحظوا أن مستوى طاقة الوضع للهيئة المتبادلة هذه المرة أعلى من مستوى طاقة الوضع للهيئة المتبادلة الأولى فلو رسمتم خطاً على هذا النحو لوجدتم أن هناك فرقاً في مستويات طاقة الوضع بين هاتين الهيئتين المتبادلتين وتبين أن مقدار هذا الفرق هو 3.8 كيلو جول لكل مول والآن لاحظوا أن التحول من هذه الهيئة المتبادلة إلى هذه الهيئة المنكسفة قد تطلب طاقة فلو رسمتم خطاً هنا للإشارة إلى أسفل هذا المنحنى تجدون أن الفرق في مستوى طاقة الوضع يساوي تقريباً 19 كيلو جول لكل مول لاحظوا أن مستوى طاقة الوضع لهذه الهيئة المنكسفة أعلى هذه المرة من مستوى طاقة الوضع للهيئة المنكسفة الأولى فعند رسم خط على هذا النحو تجدون أن هناك فرقاً في مستويات الطاقة بين هاتين الهيئتين المنكسفتين ويساوي تقريباً 3 كيلو جول لكل مول تستنتجون بذلك أن هذه الهيئة هي الأقل استقراراً إذ أن طاقة الوضع لهذه الهيئة المنكسفة هي الأعلى لاحظوا أن التحول من هذه الهيئة المنكسفة إلى هذه الهيئة المتبادلة يرافقه انخفاض في مستوى طاقة الوضع إن لهذه الهيئة المتبادلة نفس طاقة الوضع لهذه الهيئة المتبادلة الأخرى كما أن لهذه الهيئة المنكسفة نفس مستوى الطاقة الذي تتمتع به هذه الهيئة المنكسفة الموجودة على الطرف الأيسر فعند رسم خط على هذا النحو تجدون أن لكلتا هاتين الهيئتين مستوى طاقة الوضع ذاته وأخيراً يرافق التحول من هذه الهيئة المنكسفة إلى هذه الهيئة المتبادلة انخفاض في مستوى طاقة الوضع والآن دعونا نتعمق أكثر في هذه الهيئات لنبدأ بالهيئة المتبادلة لجزيء البيوتان رقم ذرات الكربون هذه ذرة الكربون رقم واحد وهي ترتبط بذرة الكربون هذه ألا وهي ذرة الكربون رقم اثنان عند النظر إلى رابطة ذرتي الكربون رقم اثنان وثلاثة من الأعلى يتوضح لكم تمثيل إسقاط نيومان للجزيء لاحظوا أنكم لن تتمكنوا من رؤية ذرة الكربون رقم ثلاثة في فيديو نموذج الكرة والعصى لأن ذرة الكربون رقم اثنان تقع أمام ذرة الكربون رقم ثلاثة وتم تمثيلها في إسقاط نيومان بهذه الدائرة أي أن هذه الدائرة تمثل ذرة الكربون رقم ثلاثة وهذه ذرة الكربون رقم أربعة والآن دعونا نتعرف إلى زاوية الالتواء بين مجموعتين الميثيل هاتين أي بين مجموعة الميثيل هذه وهذه إن زاوية الالتواء بين مجموعتين الميثيل هاتين تساوي 180 درجة هذه الهيئة المتبادلة تعرف باسم الهيئة المتعاكسة وهي الهيئة ذات طاقة الوضع الأدنى ولذلك فهي الهيئة الأكثر استقرارا بالنسبة لجزيء البيوتان حيث أن مجموعتين الميثيل فيها بعيدتان قدر المستطاع عن بعضهما في الجزيء كما أن جميع الروابط هنا في أوضاع متبادلة وهذا ما يجعل الهيئة المتعاكسة الهيئة الأكثر استقرارا والآن عند تدوير ذرة الكربون الأمامية بمقدار 60 درجة في هذه الهيئة المتعاكسة والحفاظ على ذرة الكربون الخلفية ثابتة ينتج عن ذلك الهيئة المنكسفة لاحظوا أن هذه الرابطة تحجب هذه الرابطة وذرة الهيدروجين هذه تحجب ذرة الهيدروجين هذه لكن لم يتم رسم الروابط وذرات الهيدروجين خلف بعضها تماما وذلك حتى تتمكن من رؤيتها بشكل أوضح لقد تحدثنا في الدرس السابق هيئات لبروبان عن مقدار الطاقة المرافقة لزوج ذرات الهيدروجين المنكسفة وأنها تساوي 4 كيلوجول لكل مول أي أن مقدار الطاقة هنا يساوي 4 كيلوجول لكل مول كما عرفتم في الدرس السابق أن مقدار الطاقة لمجموعة الميثيل التي تحجب ذرة الهيدروجين يساوي 6 كيلوجول لكل مول وهذا الأمر ينطبق على هذه الحالة هنا إن ذرة الهيدروجين ومجموعة الميثيل تحجبان بعضهما أي لا بد أن يساوي مقدار الطاقة هنا 6 كيلوجول لكل مول والآن عند جمع 4 زائد 6 زائد 6 يكون الناتج 16 هذا يعني أن الفرق في الطاقة بين هاتين الهيئتين يساوي 16 كيلوجول لكل مول أي أن طاقة الوضع للهيئة المنكسفة أعلى من طاقة الوضع للهيئة المتعاكسة لنلقي نظرة على هيئة منكسفة أخرى ألا وهي تلك الهيئة المبينة هنا إن لهذه الهيئة المنكسفة أعلى طاقة وضع بالتالي هي الهيئة الأقل استقراراً لجزيء البيوتان انظروا هنا لاحظوا أن ذرتين الهيدروجين هاتين تحجبان بعضهما أي أن مستوى الطاقة لا بد أن يساوي هنا 4 كيلوجول لكل مول لاحظوا أن لديكم هنا ذرتين هيدروجين أيضاً تحجبان بعضهما أي أن مستوى الطاقة هنا يساوي أيضاً 4 كيلوجول لكل مول لاحظوا أن مجموعتين الميثيل تحجبان بعضهما وكذلك الحال بالنسبة لهاتين الرابطتين إذ أنهما تقعان فوق بعضهما بالتالي ما هي مقدار الطاقة المصاحبة لمجموعتين الميثيل هاتين؟ بما أنكم لا تعلمون مقدار الطاقة المصاحبة لمجموعتين الميثيل فإننا سنرمز لها بالرمز X والآن ما قيمة X؟ إن إجمال الطاقة كما ذكرنا يساوي 19 أي أن 4 زائد 4 زائد X يساوي 19 إذن X يساوي 11 كيلو جول لكل مول وهي مقدار الطاقة المصاحبة لمجموعة الميثيل الحاجبة لمجموعة ميثيل أخرى وهذا يشير إلى وجود إجهاد زاوي وأعاقة فراغية أيضا فكما شاهدتم في الفيديو قبل قليل ذرات الهايدروجين في مجموعتي الميثيل تقتربان كثيرا من بعضها بحيث تتلامسان وهذا من شأنه أن يساهم في زعزعة استقرار الجزيء أي أن زيادة الإعاقة الفراغية تعمل على زعزعة استقرار هيئة الجزيء وهذا هو السبب في أن طاقة الوضع للهيئة المنكسفة هي الأعلى مما يجعل هذه الهيئة هي الأقل استقرارا فعند رسم خط هناك هذا المبين أمامكم تجدون أن طاقة الوضع للهيئة المنكسفة هذه أعلى من طاقة الوضع لهذه الهيئة المنكسفة ويعود السبب في ذلك إلى أن مجموعتي الميثيل هاتين قريبتان جدا من بعضهما وأخيرا دعونا نلقي نظرة على هذه الهيئة المتبادلة وهي تلك المبينة هنا في الأسفل لاحظوا أن طاقة الوضع للهيئة المتبادلة هذه أعلى من طاقة الوضع للهيئة المتعاكسة انظروا إلى مجموعتي الميثيل هاتين وفكروا في زاوية الالتواء بين هاتين المجموعتين تجدون أن قياس الزاوية يساوي ستين درجة وتعرف هذه الهيئة المتبادلة باسم الهيئة المتجاورة إن طاقة الوضع للهيئة المتجاورة أعلى قليلا من طاقة الوضع للهيئة المتعاكسة وذلك لأن مجموعتي الميثيل تقعان بالقرب من بعضهما لاحظوا أنه ليس لديكم هنا إجهاد ساوي ولكن هناك إعاقة فراغية إذ أن ذرتين هايدروجين هاتين في مجموعتي الميثيل قريبتان جدا من بعضهما في هذه الهيئة المتجاورة وهذا من شأنه أن يعمل على زعزعة استقرار الهيئة ولهذا السبب فإن طاقة الوضع لهذه الهيئة المتجاورة أعلى وبما أن الهيئة المتجاورة هي هيئة متبادلة فإنها أكثر استقرارا من الهيئة المنكسفة إلا أنها لا تتمتع في الوقت ذاته بنفس الاستقرار الذي تتمتع به الهيئة المتبادلة المتعاكسة لأن مجموعتي الميثيل هاتين كما أشرنا قبل قليل قريبتان جدا من بعضهما تعرفتم إذن على الهيئات المختلفة لجزيء البيوتان ومدى استقرار كل منها بهذا نصر إلى ختام الدرس